الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مدرسة كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر المرة الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الكلام على صلاة العيد بكل التفاصيل صلاة الخوف فهمنا صلاة الخوف بفضل الله سبحانه وتعالى اعتقد كان في معلومات كتير جديدة في صلاة الخوف وفي ناس كتير لأول مرة يفهموها فهما جيدا برضو النهاردة هيكون معانا صلاتين هيكون فيهم معلومات جديدة كتير وممكن اعتقد البعض الاول مرة يعرف كيف تصلى صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف النهاردة هيكون معانا باذن الله صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف هو هنا بيقول لنا الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء بدأ بصلاة الاستسقاء وفيه مسائل ما هي صلاة الاستسقاء يعني الصلاة التي تصلى حين يصيب الناس الجذب يعني قلة المطر ويريدون أن يطلبون من الله الغوث والمطر والكلام ده فيصلون صلاة تسمى صلاة الاستسقاء لكن هي لها برضو شكل معين أو صفة معينة وليها سنن معينة حين نتعلمها دلوقتي قال المسألة الأولى تعريفها وحكمها ودليل وذلك تعرفها الاستسقاء وطلب السقية من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة وذلك إذا أجدبت الأرض وقحت المطر لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده يعني هذا يكون عند احتياج الناس إلا فلو نصلي لكي يكون هناك ماء عموما فإننا لن ننتهي عن صلاة الاستسقاء يعني الماء لا يوجد إلا بالله سبحانه وتعالى لكن عندما يحصل جدب يعني يكون الناس في شدة حاجة إلى المياه والحيان صلاة الاستسقاء من أبرز مظاهر التوحيد لأن العباد يعترفون بها ضمنيا أنه لا ينزل المطر إلا الله تمام ولا يعني يستطيع أن يوصل للناس الماء إلا الله قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين والله أنزل من السماء ماء فأحيى منه الأرض بعد موتها إن في ذلك لا آية لقوم يسمعون تمام والله سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فمن مظاهر التوحيد الإنسان يلقى إلى الله سبحانه وتعالى في سقي الماء ويظهر اعتراف بفقره وعجزه وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسقي العباد فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شقاقنا الأرض شقا والأخير غازي الصلاة من السنن المهجورة يعني كثير جدا يصبنا في بلادنا وفي كثير بلاد المسلمين الجدب ونحتاج إلى المطر ولكن الأسف الناس لا تصلي صلاة الاستسقاء في العادة فهي سنة مهجورة فطوبة لمن عمل بها وأحياها ما حكم صلاة الاستسقاء؟ هي سنة يعني إذا حصل الجدب وقلة المطر وضيق الحال يسن إنهم يعني يصلوا صلاة الاستقاء فإذا لم يصلوها لا يأثمون لكن هي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه أنا أفهم يعني وحول رداءه فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصل ركعتين جهارا فيهم بالقراءة جهارا فيهم بالقراءة إذا بيقول إنه والنبي عليه الصلاة والسلام خرج استسقى صلى ركعتين جار فيما بالقراءة ودعا الله سبحانه وتعالى يبدأ يدل إن ده فعل والنبي عليه الصلاة والسلام فعله ما يدلش على الوجوب إنما يدل على الاستحباب وما أمرش أمر صريح بيها أو ألزم بيها الصحابة وإنما هو فعل بس عليه الصلاة والسلام ففعله مجردا عن الأمر يدل على الاستحباب لا الوجوب المسألة الثانية سببها وسببها القحت وهو انحباس المطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك المسألة الثالثة وقتها وكيفيتها وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة الاستسقاء يعني الناس الآن عايزين يطلعوا يصلوا الاستسقاء يصلوا امتى بيقول زي صلاة العيد الوقت بتاعها بل وشكلها او الصفة بتاعتها زي صلاة العيد زي يعني يعني وقتها مثل وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة مثلا يبدأ وقت صلاة الاستسقاء في اول النهار وتنتهي قبيل الظهر بخمس دقائق اللي هو الوقت اللي بتصلى في العيد عادة تمام لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين كما يصلي في العيدين يبقى هنا ابن عباس بيقول كان بيصلي الاستثقاء زي ما بيصلي العيدين في زي ما بيصلي العيدين في الوقت فوقتها مثل وقت صلاة العيدين من بعد شروق الشمس بثلث ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بخمس دقائق فيستحب فعلها في المصلى برضو هتبقى شبه صلاة العيد في موضوع المصلى انها بتصلى في الخلاء بيجمع لان الناس تكتمع كل الناس تكتمع فيها فتبقى شبه في صلاة العيد فتصلى في الخلاء تصلى في المصلى تمام وليس في المساجد ولكن اذا تعذر المصلى فتصلى في المساجد تمام ولكن الافضل انها تصلى في المساحات والباحات والمساحات الواسعة في المصلات الواسعة كصلاة العيد طيب كم ركعة هي مثل صلاة العيد أيضا تصلى ركعتين ركعتين مثل صلاة العيد ويجهر بالقراءة فيها مثل صلاة العيد يصلي ركعتين عادي جدا فتحها وقراءة ثم في ركعة السنية الفتحها ويقرأ شيء من القرآن وتكون قبل الخطبة مثل صلاة العيد يعني ركعتين الأول ثم الخطبة مش زي صلاة الجمعة ولكن مثل صلاة العيد تقدم الصلاة على الخطبة وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها عدد التكبيرات ما يقرأ فيها يقصد يقرأ فيها بالأعلى برضو الغاشية أو يقرأ فيها بالقمر وبقاف والقمر كما في صلاة العيد وهنا يقول عدد التكبيرات هنا اختلفوا في هذه المسألة هل برضو هي تتفق مع صلاة العيد في موضوع عدد التكبيرات يعني في ركعة الأولى تكبيرة الأحرام ثم ستة تكبيرات وفي ركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال هذه المسألة فيها خلاف سائغ بين أهل العلم لأن هل المقصود بقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في عيدين يقصد أنهم ركعتين والخطبة قبل الصلاة والوقت نفسه ولا يقصد مثلها تماما حتى في عدد التكبيرات هذه المسألة فيها خلاف سائغ ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكبران في الاستسقاء سبعا وخمسا كانا يكبران في الاستسقاء سبعا وخمسا ولكن هذا الأثر فيه ضعف فيه ضعف لكن البعض بيستشهد به يعني ويجعله بيستأنس به في إن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد حتى في عدد التكبيرات فمن كبر في صلاة الاستسقاء سبعا وخمسا جائز ومن صلاها بدون زيادة التكبيرات فلا بأس تمام قال ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت فيدعو الإنسان واستسقي في صلاته إذا سجد واستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يعني الكلام ده يعني بيقول الاستسقاء مش بس صورته هي الركعتين دي صورة من أعلى الصور إن احنا بنجمع الناس ونصلي ركعتين وخطبة ووعظه ودعاء دي من أفضل وأقوى الصور لكن الاستسقاء ممكن يكون بأي شكل ممكن يكون بدعاء عادي يعني من غير صلاة ومن غير جمع الناس واحد قعد دعا ربنا ده استسقاء رفع يده إلى السماء وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ده استسقاء إن الإمام على المنبر يوم الجمعة عادي في يوم الجمعة الصالة العادية دعا والناس أمنوا فهذا نوع من الاستسقاء شخص دعا في سجوده هذا استسقاء إذن كل دعاء في أي صورة بأي شكل هو استسقاء ولكن طبعا صلاة الاستسقاء هي الصورة الأكمل والأتم في الافتقار إلى الله والطلب من الله وهي الأرجى في القبول وسرعة النجدة من الله سبحانه وتعالى فمجرد الدعاء استسقاء وإن كان أخف صوري الاستسقاء وقد ورد في البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا دخلا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فدخل الرجل حصل إيباء قال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا ادعي إن السمى تمطر فرفع عديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم مسقنا اللهم مسقنا قال أنس لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء وما بيننا وبين سلع سلع جبل في المدينة من بيت ولا دار يعني ما كانش فيه ولا سحابة في السماء من مكاننا لغاية سلع وشايفين السماء كويس قال قال فطلعت من وراء سلع من وراء الجبل طلعت سحابة أول ما النبي دعى مثل الترس ضخمة قال فلما توسطت السماء وقفت في المكان توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فما رأينا الشمس ستا أو سبعا يعني عادة المطر ستة أيام أو سبع أيام تنطر بلا توقف سبحان الله ثم دخل رجل الجمعة المقبلة في الجمعة اللي بعدها دخل رجل والنبي يخطب فقال يا رسول الله هلكت المواشي هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله يمسكها يعني كفاية يعني أمطرت بما فيه الكفاية لدرجة ان احنا خلاص هنغرق من كتر المية فدعو الله يمسكها فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا يعني نية تنفعنا وما تضرناش حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر فانقطعت اللهم على الآكام الآكام يعني الجبال الصغيرة جمع أكام الجبل الصغير والجبال اللي هي الجبل الكبير والضراب هو الجبل اللي بيبقى منبسط حارفين فيه جبل بيبقى ايه عامل زي القرطاس كده وفيه جبل بيبقى منبسط بيبقى فوق كده ايه في بسطة فده بيسموه الضراب والأودية ومنابت ليه منابت الشجر يا رب اجعل الماء في الأماكن اللي بتنتفع بالماء يعني ما يضر ناقش ما يضرش المواشي ما يضرش الطرقات يا رب اجعله ينزل على الأماكن اللي فيها نبات اللي فيها عيون بحيث ان تنتفع بيها وينتفع بيها الأرض وما يكونش ضرر علينا منزول المطر مثلا من مطر ينزل بشدة في وسط الناس أو في الطريق بيضرهم ما ينفعهم شيء أو يعني لكن ما ينزل في المزارع ينزل في الحقول ينزل على الجبال هذا بلا شك والأنفع قال المسألة الرابعة قال إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاح لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه ولأن المعاصي سبب القحت والتقوى سبب البركات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هنا بيقول الإمام يعيز الناس دي الموعيزة لقبل يعني مش دي الخطبة ده قبل ما هو بيقول لهم يلا نطلع الاستقاء وبيحصوا مع الاستقاء بيوعيزهم قبل ما نطلع توبوا إلى الله ردوا المظالم يا جماعة صلحوا ما بينكم زيلوا الشحناء والبغضاء كل حاجة بتمنع عنا عن المطر اشتزيلوها ممكن الوعد يعني إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وإذا كسر الخبس في الناس منعوا منعوا المطر وكما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا معشر المهاجرين يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن رجل رجل منعوا منعهم وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفحشاء في قوم حتى أعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا صلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شوف بقى مجرد إنسان يمنعوا الزكاة أو تفشوا فيهم الفواحش والكلام ده هذا السبب في منع ليه الأرزاق فالإمام بيحص الناس على التوبة رد المظالم أداء الحقوق دفع الزكاة يا جماعة ارضوا ربنا اتصلحوا مع ربنا قبل ما نطلع وبعد كده يطلعوا بقى شوفنا عباس رضي الله عنه يقول إن للطاعة نورا في الوجه وضياء في القلب وساعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلم في القلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغض في قلوب الخلق تتأمل بيول بقى كي يعمل إيه؟ قال ويتنظف لها ولا يتطيب في فرم التنظف والتطيب أنت بتطلع عليها عشان الصلاة الاستقاق دي صلاة فيها فق تزلل خشوع فالمطلوب إن إحنا إيه مش بنطلع زي العيد باهجة وفرح لا إحنا طالعين أصلا مفتقرين إلى الله مش لئيه مية تمام؟ فالأفضل إن إحنا نطلع في هيئة الفقر في هيئة في هيئة فيها فقر إلى الله سبحانه وتعالى تمام؟ لذلك يخرج الناس غير متطيبين يعني ما يحطوش الطيب ويلبسوا أفضل السياب ويلبسوا الزينة والكلام دوت وإنما يتنظف وده مش مطلوب إن إنت تطلع يعني قذر لا إنما تكون نظيف في فارب إن إنا طالع مفتقر إلى الله إن إنا طالع متسخ أو قذر لا إنما يكون متنظف تمام؟ ولكن أخرج مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى فلا يناسب إن إحنا نضع الطيب ونلبس الزينة لأنه يوم استكانة وخشوع ويخرج متواضعا متخشعا متزللا تمام؟ لله سبحانه وتعالى لأنه يوم استكانة وخشوع والكلام ده ولقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متزللا متواضعا متخشعا متضرعا وسن أن يخرج معه أهل الخير وأهل الصلاح والشيوخ ومن يرجى إجابة دعاءه ومن يرجى البركة في تأمينه ونحو ذلك يقول مسألة الخامسة الخطبة فيها قال يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة وتكون جامعة وشاملة يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وده الأساس فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا تمام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم فلذلك أكثر حاجة يهتم بها الإمام والناس أنهم يستغفروا لك استغفار حقيقي يعني استغفار ناتج عن توبة تابوا فعلا إلى الله سبحانه وتعالى وبيستغفروا الله سبحانه وتعالى مش استغفار لسان مجرد عن حقيقة الاستغفار قال ويقرأ عليهم الآيات التي تأمر بها في الخطبة بقى يذكرهم بالاستغفار والتوبة ويقرأ الآيات التي تأمر بالاستغفار ويكثر من الدعاء يكثر من الدعاء في الخطبة دي بطلب الغيس من الله تعالى كقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير دار مريئا يعني سهلا طيبا غيث سهل طيب ما يضر ناش مريعا مخصبا يعني يخصب الأرض عاجلا غير آجل نافعا غير دار ويقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ونحو ذلك ويرفع يديه يعني الإمام يرفع يده جامد يقول لك يرفع يده لدرجة إيه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطي بياض الإبط يرى إيه بياض الإبط إن شدت ما بيرفع يده عليه الصلاة والسلام حتى أناس يقول ما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في دعاء مثل ما يرفع في الاستسقاء لقد كان يرفع يده حتى نرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام قال ويرفع الناس أيديهم الناس برضو يرفعوا ايديهم في الدعاء دوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يده يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك من أسباب الإجابة من أسباب الرزق فكان النبي عليه الصلاة والسلام مش بيرفع يده عادة بكين بيرفع يده نسبص الصفة كتعاملة إزاي كان يرفع ايده عليه الصلاة والسلام جامد قوي ومش بيرفع كده يعني نرفع كده في الضعاء لأ كان يرفع كده ويقلب ايده يقلبها كده بيشتد قوي في الرفع مع قلب الكف بيجعل الظهر الكف الى السماء طب ليه بيقلب ايده بيقلب ايده استبشارا بانقلاب الحال بيقلب ايده زي ما بيقلب الرداء هنشوف كمان شويا من السنة يقلب الرداء يعني لو لابس حاجة جاكت يقلبه لابس شاملة لابس حاجة كده على ظهره ويروح قلبه يخلي اليمين شمال والشمال ييمين يخلي البطانة هي اللي بينه فالمهم قلبة الايد دي زي قلبة الرداء استبشارا منقلاب الحال يدعي كده يرفع ايده جامد جدا ويدعي كده يا رب اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا وعد يتوسع ويتضرع ويبكي ويقلب ايده والناس يعملوا زيه تمام فحتى يجعل ظاهر كفيه الى الايد الى السماء قال المسألة السادسة السنن التي ينبغي فعلها فيها قال اولا ان يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللي احنا لسا يلينه ويستقبل القبلة في اخر الدعاء ان طبعا الامام ما هو بيخطب بيبقى وجهه للناس عكس القبلة واثناء الخطبة هو بيخطب كده كده فبيدعي اثناء الخطبة فالدعاء اللي بيعمله اثناء الخطبة بيبقى هو عكس القبلة في الاخر بقى بعد ما يخلص خطبته كهو صلى اصلا في الاول وخطب ودعى اثناء الخطبة بس ما كانش مستقبل القبلة وخلص خطبته يركز بقى في الدعاء في الاخر يدعي بس يروح لافف بقى ويستقبل القبلة ويكثر من الايه من الدعاء وهنا بقى يبتدي يحاول الرداء ممكن يحاول الرداء قيل في اللحظة دي في الاخر يعني عند الدعاء بقى اللي هو في اخر الخطبة وممكن يعمل كده اثناء الخطبة نفسها يعني يحاول رداءه يعني هو دلوقتي لو لابس حاجة زي احرام كده لبس مثلا ايه اه 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 رداء كده على ظهره اشباب الاحرام يروح قلبه يخلي الليمين شماله والشمال يمين او لابس حاجة مثلا زي قميص اه قميص اللي هو باكمام او زي جاكت معين يروح قلبه فيخلي الليمين شماله والشمال يمين ومعنى كان هو هيقلبه على ظهره فيخلي البطانة هي اللي ظهره واللي كان ظاهر هو اللي بقى ايه بقى في البطانة وده برضو النفس السبب استبشارا بان الحال ينقلب زي ما الثوب كده انقلب استبشار بان ايه بان الحال ينقلب طبعا إذا كان الرداء ينفع يتقلب لكن لو ألبس مثلا زي قفطان مش هيعرف إيه مش هيعرف يقلبه يعني تمام ثم حول رداءه فقد ثبت أن النبي قال هنا ويحول رداءه فهجعل يمين على الشمال والشمال على اليمين وكذلك ما شبه الرداء كالعباء ونحويها فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره دوم ظهره عشان يستقبل القبلة واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه طب هل الناس يحولوا رداءهم برضو نعم قال الجمهور ذلك الناس أيضا يحولون رداءهم قال يوسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان طبعا ويخرج الكبير والصغير والمريض تمام والضعفاء لأن في الحديث إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ويخرج الشيوخ الكبار وكبار السن يستسقي بهم يطلب من الله من أجل هؤلاء المساكين يا رب من أجل الشيوخ ركع وأطفال ردع يا رب سقنا وهكذا بل قال البعض يخرج البهائم الحديث وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا قال البعض العلماء يخرج البهائم معهم في هذه هذه الصلاة لعل الله ينزل المطر من أجل هؤلاء حتى لو كانت ذنوب الناس فيرحموا من أجل الردع والبهائم ونحن ذلك وطبعا قلنا الصلاة تكون في المصلة أو في الصحراء أو في الخلاء عموما قال يسن الخروج إليه بخضوع وخشوع وتزلل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متزللا متواضعا متخشعا متضرعا قال ويسن عند نزول المطر هنا بقى يخش في سنن تانية متعلقة بنزول المطر إذا نزل بقى المطر يبقى في سنن يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه النبي عليه الصلاة كان إذا نزل المطر كشفا ردائه وتعرض لشيء من المطر مش يغرأ نفسه يعني تعرض بشيء من المطر لو لا يضر يعني بس يخلي شئ من المطر يلمس جسمه ليه لأن هذا ماء مبارك قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعني يكشف شيء من كتفه لما بينزل المطر ويصيب المطر شيء من كتفه وقال كان يقول هذا حديث عهد برب هذا حديث عهد برب يعني لسه جاي من عند ربنا ففيه الخير والبركة قال ويقول اللهم صيبا نافعا السنة طبعا لما ينزل المطر يقول اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا والصيب المنهم المتدفق ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا السنة إنسان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته يعني هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من ليلة مطيرة كان ليلة فيها شتاء مطيرة يعني شتاء فمطر فأصبح عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب زمان كان في اعتقاد إن حركات النجوم في السماء هي دي اللي بتنزل المطر وده اللي بيسمون نوء أو إحنا في المصطلح دي نسميه نوة إيه النوء؟ النوء هو حركة النجم النجم مثلا كان في المشرق بغيب أو طلع أو انتقل أو تحرك فيسموه نوء كذا فكان ينزل المطر في الأوقات اللي النجوم فيها بتتحرك مثلا من المشرق للمغرب أو بيهبط أو بيصعد فكان يربطوا الوقت ده بالمطر ويظنوا إن ده هو اللي نزل المطر عفا على الاعتقاد القديم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بي لسه بيعتقد إن النجوم هي اللي بتنزل المطر هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب واللي قال إن ربنا اللي نزل المطر ده يبقى ده مؤمن بالله كافر بالكوكب طيب هل نسبة المطر إلى النوة كده لا تجوز هنقول إن الموضوع على ثلاث احتمالات الاحتمال الأول إن اللي بيقول إن المطر نزل علشان النوة إذا كان يعتقد أن الكوكب أو النجم هو الذي أنزل المطر استقلالا عن الله تعالى فهذا كافر لأنه جعل مع الله ندا وبيقول الكوكب والنجم هو اللي أنزل المطر مش ربنا النجم هو اللي أنزل المطر أو النوء هو اللي أنزل المطر فهذا كفر أكبر احتمال التاني إن يقول لا ربنا اللي أنزل المطر لكن النوء سبب النوء سبب زي ما نقول الحزازة سبب للخير بس ربنا هو اللي بيجيب الخير هنقول في الحالة ديت هو جعل ما ليس بسبب سبب جعل ما ليس بسبب سبب فده يبقى شرك أصغر مش شرك أكبر وده درسناه في دروس العقيدة فإذا قال النوء سبب لنزل المطر لكن الذي أنزل المطر هو الله نقول هذا شرك أصغر لأنه قد يفضي إلى الشرك الأكبر بعدين وتعتقد النجم هو اللي بينزل المطر طيب الاحتمال التالت وأغلب الناس في الاحتمال التالت إنه بيقوله الكلمة كده بلا قصد يعني ما تيجي تقولهم الله ده إيه ده تيقولك نوت كذا يقصد إن ده الوقت اللي عادة بينزل في المطر مش بيقصد أبدا إن النوء هو أصلا حتى مش فهم الكلمة إن النوء ده أو النجم هو اللي أنزل المطر أو هو كان سبب فيه هو أصلا مش رابط النوء بالنوء بالنوء بالنجم هو مش رابط كلام ده هو متعاود إن كل سنة عايز يقول إن كل سنة زي دلوقتي الدنيا بتمطر في الوقت ده إذا كان يقصد بالنوء أو النوء مجرد التوقيت وأن المطر ينزل عادة كل عام في هذا التوقيت فده لا شرك أكبر ولا شرك أصغر لكن نقول يكره ذلك يكره ذلك لأن الأفضل يقول إذا سويل ما هذا المطر ما يقولش نوء كذا الناس يقول لك نوء المكنسة نوء أنا أشعار في إيه لا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ليه لأن الكلمة دي ممكن تستعمل غلط فإحنا منتجنبها تماما زي ما ربنا قال يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اليهود استعملوا كلمة راعنا غلط فكان بيقولوا راعنا من الرعونة بيتهموا النبي بالرعونة فربنا ما حدش يستعمل الكلمة دي طالما بتستعمل غلط خلينا نقول انظرنا دي تستعمل استعمال صح فلذلك طالما الكلمة بتستعمل في احتمالات قد تكون فيها شرك أكبر أو أصغر فالأولى نحن ابتعد عنها ونقولهاش حتى لو النية سليمة ومش أصد بيها أي حاجة وإذا كان قلنا ايه المطر دا جماعة والله دا فضل ربنا ورحمته هذا فضل الله ورحمته موطرنا بفضل الله ورحمته تمام خاصة ان كم مرة بيجي في السنة النوات اللي هي الأوقات دي ومنزلش مطر ولا حاجة يعني حتى الوقت نفسه مش دايما بينزل فيه المطر فهمنا الكلام وكان من أمور الجاهلية الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء بالأنواع قال وإذا كسر المطر بقى المطر كتر لدرجة نواة حيدر الناس يسنس عادتها تقول اللهم حوالينا لا علينا يعني ما يضرناهش اللهم على الزراب والآكام وبطون الأودية ومنابة الشجر ومنابة الشجر تمام طبعا من الأمور المستحسنة في ذلك أن الإمام يطلب الدعوات من الصالحين يتوسل إلى الله بدعاء الصالحين فإذا كان هناك صالحين معه في الخطبة يرجو بركة دعوتهم فأطلب منهم أن هم اللي يدعو هم اللي يدعو والناس تأمن وراهم وكان سيدنا عمر بيعمل كده مع العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فكان عمر يخرج يستسقي هو اللي يصلي ويخطب ثم يقول يا عباس كان يقول اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتسقنا وإن نتوسل إليك اليوم بعم نبينا يعني بدعاء عم نبينا فسقنا ثم يقول يا عباس قم فدعو الله تعالى فيقوم العباس فدعو الله تعالى فيسقونا فالتوسل هنا بدعاء الصالحين مش بزوات الصالحين بدعاء الصالحين طب إذا لم يسقوا بعد ما صلوا وعملوا كل ده ورجعوا ما فيش حاجة حصلت يعودوا مرة ثانية طب فيش حاجة حصلت يعودوا مرة ثالثة ويظل الإمام يذكرهم بالتوبة والاستغفار وكل مرة يأكد عليهم ويخطب تاني ويحذرهم تاني إلى أن يعني يأذن الله ولو كرروها مرارا فيجوز أن تكرر يعني بلع أي عدد من المرات إلى أن يفرج الله الهم والله يحب الإلحاح فالله لا يمل حتى تمله سبحانه وتعالى تمام بعد كده بيقول لنا الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف وفيه مسألة مسألة الأولى تعريف الكسوف والحكمة منه طبعا يسمى الكسوف ويسمى الخسوف ويصح استعمال الكلمتين سواء للشمس أو للقمر والبعد قال الكسوف يستعمل مع الشمس والخسوف يستعمل مع القمر والبعد قال لا الكلمتين يستعملوا مع الشمس والقمر عادي قال الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين يعني الشمس والقمر طبعا كليا أو جزئيا كليا أو جزئيا بسبب غير معتاد يعني مش بسبب الغروب مثلا والكسوف والخسوف بمعنى واحد ويحدث الله تعالى ذلك تخويفا لعباده حتى يرجع إليه سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده يعني إيه إزاي الشمس يحصل لها كسوف أو القمر يذهب وموضوع بسيط إن مثلا لو حصل إن الأرض أدي الشمس وأدي الأرض تمام لو القمر نجيه في المسافة بالضبط اللي ما بين الشمس والأرض حيحجب ضوء الشمس كليا أو جزئيا عن الأرض فيحجب ضوء الشمس فالدنيا تبقى أنت في عز الظهر الدنيا مظلمة تماما تماما أو مظلمة نسبيا فده بيخوف الناس بيخوفهم ليه بيروا قدرة الله تعالى إن ممكن ربنا يعمل كده في أي وقت وممكن يعمله على طول ممكن يجعل قمر يحجب ضوء الشمس دائما وممكن يطفئ الشمس وده بيفكرنا بهم الأيام إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تمام وده بيخلي الناس تكفر بعبادة غير الله إذا كان أكبر حاجة بنشوفها في السماء اللي هي الشمس زعب ضوءها بقدرة الله تعالى إذا من الأولى أن يعبد الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ويعبد مثلا الأحجار والأشجار وفضلا عن الأنبياء أو الصالحين أو الموت أو المقبورين أم يعبد الله سبحانه وتعالى الذي أذهب ضوء الشمس وجعل القمر بين الشمس والأرض فحجب الله نور الشمس فده بيخوف العباد وأصلا منظرة اللي بيحضره بيخاف فعلا نفسه في الساعة 12 الظهر دنيا ظلمة أو شبه مظلمة شيء خوف العباد زي سيدنا إبراهيم قال هذا ربي فلما أفلت قال قال يا قوم إني بريء مما تشركون فالإنسان لما يشوف أفول ضوء الشمس أفول ضوء القمر يعرف أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله كل زائل وكل معرض للزوال إلا الله سبحانه وتعالى كذلك القمر لو أن الشمس الأرض توسطت بين الشمس والقمر تماما تعرفين أن القمر بيكتسب نوره من الشمس الشمس نوره بينعكس على القمر فيضيء في الليل فلو الأرض حالت بين ضوء الشمس وبين القمر فالقمر إيه بيختفي تشوفوش يختفي جزيا أو كليا ففي أي حالة من الحالات دي نصلي أول ما يحصل كده نبدأ في الصلاة أو ما يبدأ الكسوف نبدأ في الصلاة الصلاة بتقعد لغاية إمتى لغاية ما يخلص الكسوف هنشوفه دلوقتي تمام قال المسألة الثانية حكم صلاة الكسوف ودليل ذلك صلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوان في صحيحه وحكي عن أبي حنيفة وأجراها مالك مجرى الجمعة وقوى ابن القيم رحمه الله تعالى القول بوجوبها وأياده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد وفي روايات قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فإذا رأيتموها فافزعوا إلى المساجد فصلوا وادعوا فصلوا وادعوا أدي أمر صلوا وادعوا وطبعا الأمر الأصل أنه هو على الوجوب طيب ممكن واحد يجي يقول لي طيب مش أنت قلت لنا في صلاة العيد أن هي مش واجبة وقلنا قول الجمهور أن هي مش واجبة وكان دليلهم حديث الأعرابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما سألوا قال هل علي قال ما افترض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع شيئا وقلنا الحديث ده بيرد الوجوب صلوات اللي هي اللي تكلم في العلماء بالوجوب زي الوتر وزي العيدين والكلام ده نقول لنا المسألة مختلفة شوية وطبعا الحديث ده قوي بيستدل بيه اللي بيقول أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بيستدل برضه بالحديث دوت لكن البعض بيرد رد تاني بيقول له لا هنا الوضع مختلف شوية ليه الوضع مختلف لأن هنا مش بنتكلم في صلاة لها موعيد محددة يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ينفع ما يقولوش على صلاة العيد الصلاة العيد كده كده حتيجي أكيد حيعدي عليه عيد فكان لو كانت واجب كان ألهاله لكن الكسوف أو الخسوف ممكن إنسان تعدي حياته ما يحصلش فلأن الصلاة دي صلاة عرضة وليست صلاة دائمة أو لها موعيد محددة فلم يخبره بذلك فقال بيقول له ما أخبروش لأنه وارد يتعدي حياته كلها ما يشوفش لا خسوف ولا كسوف أو يكون نايم ساعتها أو 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 فإذن وارد إنه هو ما يحضرش أبدا في حياته لا خسوف ولا كسوف وبالتالي ما أخبروش فقاله يبقى إذن الأمر ده ما نقضي حنقوله إن الأمر ما زال دل على الوجوب ومش حنقول إن حديث الأعرابي قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب لأن هنا الأمر مختلف عن صلاة العيديني فالصلاة هنا عارضة وليست صلاة مثل صلاة العيديني أو الوتر والكلام دوت وبالتالي هي مش متعارضة مع حديث الأعرابي فيظل الأمر على الوجوب تمام وبالتالي إحنا ما بين قولين إما إن هي واجبة أو سنة مؤكدة فالقولين محتملين فالقال إن هي سنة مؤكدة قال طبعا ما كان ممكن ما وما قالش الأعرابي طبعا وارد إن كان يحصل مع الأعرابي خسوف أو كسوف كان حيقول لو شفت خسوف أو كسوف اعمل كذا وكذا وارد حتى يعني مش معقول طول حياته مش حيشوف لا خسوف ولا كسوف ولا مرة والفريد الثاني قال وارد إن هو افترض إنه قد لا يرى ذلك عموم المسألة فيها خلاف سائق إما الكسوف سنة مؤكدة صلاة الكسوف سنة مؤكدة أو واجبة فالإنسان يحطاط في هذه المسألة فإذا حضر كسوف أو خسوف فليسارع إلى الصلاة يعني خروجا من الخلاف قال المسألة الثالثة وقتها قال وقتها من ابتداء الكسوف إلى زهابي وده وقتها أول ما يبدأ لغاية ما يخلص لأنه في الحديث قال صلى الله سلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي فصلوا إيه حتى ينجلي يعني حتى يعني ينتهي تماما الكسوف أو الخسوف تمام طيب لو هو مثلا بدأ يصلي لما بدأ الكسوف وصلى ركعتين كما سأتني ركعتين فراكعتين خلصوا بعدما خلص نظر فلا لسا الكسوف موجود يصلي ركعتين كمان؟ لا صلاة الكسوف ركعتين فقط فإذا صلى ولم ينتهي الكسوف يعمليه يعود بقى يدعي ويستغفر والكلام ده كما سأتني طب هي بقى بيقول كيفية الصلاة هم كده كده ركعتين وإنهم ركعتين كيف يصليها؟ قال ركعتين يقرأ في الأولى جهرا خد بالك جهرا ليلا كانت أو نهارا يبقى واختر هنا أن الصلاة دي بيجهر فيها الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع يقول سمع الله ولم الحمد ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وصورة طويلة دون الأولى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم لقول جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى لأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات أربع ركعات يعني أقصد أربع ركوعات وأربع سجدات طيب تعالوا نشرحها بالرحة إيه الجديد في صلاة الكسوف؟ جديد في صلاة الكسوف أننا عندنا في كل ركع ركوعين مش ركوع واحد يعني الله أكبر دعاء الاستفتاح الفاتحة يقرأ صورة طويلة لأن الكسوف غالباً بيطول تمام؟ يمكن أن يكونوا تساعة ساعتين تلاتة فعايزين نصلي هم ركعتين هتصلي ركعتين في ثلاث ساعات إزاي أو في ساعتين أو في ساعة إزاي لازم نصلي صلاة طويلة فمحتاج تقرأ قراءة طويلة فلذلك السنن يقرأ إنسان يطول في القراءة عشان صلاته تستوعب يبقوا ركعتين بس يستوعبوا كل خصوف أو كل الكسوف فممكن تحتاج تصلي ركعتين في ساعة أو في ساعتين أو في ساعة اللتلت حسب كسوف والخصوف آه قلنا إنه في ركع الأولى قرأ الفاتحة ثم قرأ صورة طويلة خلاص؟ ثم الله أكبر ركع ثم سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد فكما يزجدش بق هنا ده الجديد إنه حيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في قراءة الفاتحة التاني ويقرأ صورة طويلة تاني بس أقصر من المرة الأولى وبعد كده يركع تاني وبعد كده سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وبعد كده يزجد بقى السجدتين والركع التاني يعمل نفسه بالزبط الله أكبر يقرأ الفاتحة صورة طويلة وبعد كده يركع وبعد كده يرفع من ركوع وبعد كده يقرأ الفاتحة وصورة طويلة وبعد كده يزجد سجدتين وبعد كده يتشاهد ويسلم ويخلي طبعا الركعة التانية عموما أقصر من الأولى فكل شيء أصر فأطول حاجة أول قراءة في أول ركعة ثم تاني قراءة في أول ركعة ثم القراءة الأولى في الركعة الثانية ثم القراءة الثانية في الركعة الثانية يعني كل مرة يأصر عن المرة اللي قبلها يبقى المهم أنه بقى فيه في كل ركعة ركوعين وسجودين فبقيت الصلاة كلها في الآخر أربع ركوعات وأربع سجدات تمام طيب السؤال دلوقتي هل بيجهر فيها ولا يسر يجهر فيها اختلفوا طبعا المسألة فيها خلاف ليه لان الصحابي سامرة ابن جندب رضي الله عنه ارضاء لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف قال فصلى بنحو من سورة البقرة فقالوا ايه بنحو من سورة البقرة وما سمعوش ولا ايه فقالوا يبقى اثر ولكن في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام جهر في الصلاة فيقولوا لعل سامرة كان بعيدا في الصلاة فلم يسمع جيدا فذكر بالتقريب قال فصلى نحو من سورة البقرة ومن سمع الجهر حجة على من لم يسمع من لم يسمع احتمال يكون فيه سبب انه سمعش لكن اللي سمع هو ده اللي نسبت بيه انه سمع بالفعل فاذا هي يجهر بها سواء في الليل او في النهار وبعد العلماء قال يجهر بها في الليل ويصر بها في النهار لكن الاقرب والله تعالى اعلم الجهر بها سواء ليلا او نهارا فاذا اصر بها فلا بأس لكن الافضل والاقرب والله تعالى علم أن يجهر بها سواء ليل او سواء في النهار وطبعا الصلاة دي طويلة وممكن قاعد يقول طبعا مش حافظ طبعا مش حافظ صورة طويلة طبعا نفسي صلي بالناس بس أنا مش حارف أقرأ حاجة طويلة اقرأ من المصحف يجوز الإنسان في هذا الصلاة أن يقرأ من المصحف لكن مهم أن احنا نطيل الصلاة قدر ما نستطيع ثم قال ويسنوا أن يعز الإمام الناس بعد صلاة الكسوف طبعا احنا قلنا الصلاة بيطول في القراءة بيطول في الركوع وبيطول في السجود يعني مش بيطول في القراءة بس يطيل في الركوع ويطيل في السجود صلاة طويلة ويسنى أن يعز الإمام الناس بعد الصلاة الكسوف بعد الصلاة يطلع على المنبر أو يقف قدام الناس ويبدأ يوعزهم ويحذرهم ويخوفهم من الله ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويذكرهم بقى شوفوا جماعة ضوء الشمس راح كل شيء سيذهب الدنيا فانية لا تنشغلوا بها لا تلهيكم عن ذكر الله ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار والتوبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا أنكسفاني لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ويحثم على الصدقة طيب إذا انقضت الصلاة قبل الانجلاء يعني قبل أن تهي الكسوف فلا تعاد طيب نقعد نعمل إيه؟ نذكر الله ونكسر من الدعاء لقول إن صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء طيب إذا تم الانجلاء هو في الصلاة يعني هو بيصلي لا الخصوف خلص يتم الصلاة سريعا لكن لا يقطعها يعني الكسوف خلص أقطع الصلاة لا إنجز بقى ويتمها سريعا طيب إذا فاتني الكسوف كنت نايم مثلا صحيت الكسوف خلص هل تقضى صلاة الكسوف؟ لا لا تقضى فمن فاته الكسوف صلاة الكسوف في وقتها خلاص فلا قضاء عليه لا تقضى تمام ثم مسألة بقى مهمة في بعض روايات الأحاديث أن النبي صلى عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات في كل ركعة بعض روايات مش ركوعين ثلاث ركوعات في كل ركعة فكان مجموع الصلاة ست ركوعات وأربع سجدات فاختلف العلماء هل هم ركوعين في كل ركعة ولا ثلاث ركوعات في كل ركعة وهذه من مسألة خلاف السائغ طيب إزاي العلماء يرجحوا في المسألة ديت افهم بقى لأن المسألة دي حلوة هما دلوقتي بعض العلماء قال لعل اختلاف الروايات لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها عدة مرات فيكون صلىها مرة بركوعين في كل ركعة وصلىها مرة بثلاث ركوعات في كل ركعة وينتعي عنده المسألة طيب هذا التوجيه يستلزم أنه يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها عدة مرات أو أكثر من مرة على الأقل لأن بعض العلماء بيرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها مرة واحدة والذي يرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها مرة واحدة سيلزم أن يختار إما ثلاث ركوعات أو ركوعين لأنه لا يمكن يكون صلىها مرة واحدة يكون صلى ركعين وثلاث ركعات هي يدي يدي فالذين قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف مرة واحدة في حياته بيختاروا اما ركعين او ثلاث ركعات ونشوفها يختارها على اساس ايه واللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله اكثر من مرة عنده المسألة فيها خلاف سائغ ولا بأس ركعين او ثلاث ركعات المسألة واسعة فيها خلاف سائغ طيب ايه الراجح بقى هل النبي عليه الصلاة والسلام سلىها مرة واحدة الأكثر من مرة طيب تعالوا نرجع لرواية الحديث رواية الحديث فيه حتة خطيرة حتفرق معنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع على وعز الناس قال إن الشمس والخمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته هو قال كده ليه قال كده علشان فيه حاجة خطيرة حصلت في يوم الكسوف أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات في نفس اليوم تعارفين النبي عليه الصلاة والسلام تسرى بجاريته مارية القبطية المصرية اللي هديت له من المقوخص ملك مصر وأنجبت له إبراهيم وإبراهيم قيل أنه عاش 18 شهر بالزبط عاش 18 شهر ثم مات تمام؟ ثم مات لذلك بيقولوا دلوقتي الصحابة الصحابة حصل إيه بقى لما مات إبراهيم في نفس اليوم اللي كسفت فيه الشمس قالوا الصحابة قالوا لقد كسفت الشمس لموت إبراهيم فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصح لهم المعتقد وده دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام إنه لو كان كذاب أو مدعي كانش إليه فرص أحسن من كده يثبت إن هو رسول كان يطلع يقول شفتوا بقى قلتلكم أنا رسول ده إبني لما مات الشمس انكسفت لا هو لا يحتاج إلى ذلك إنه صادق عليه الصلاة والسلام وبيحمي التوحيد طلع المبار قال لأ مش يستمش ما انكسفتش عشان موت إبراهيم ده آية من آيات الله الحصل ده مصادفة قدر لكن ما كانش من أجل موت إبراهيم كسفت الشمس وطلع يعني أعلى منارة التوحيد ويعني إيه لغى الاعتقاد ده إن ممكن الشمس تنكسف لموت عظيم من العظماء مثلا لا مفيش الكلام ده طب هنا إيه الشاهد هنا في الحديث اللي أنا هستفيده إن قول الصحابة كسفت الشمس لموت إبراهيم دل على إن المرة ده أول مرة يصلوها إنه طلع على المنبر قال لهم لا ده آية من آيات الله فده كان المعلومة ده مكادش عندهم يعني أول مرة يسمعوا الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام إن الكسوف آية من آيات الله وبالتالي ما بيحصلش لموت العظماء والكلام ده فالعلماء استنتجوا إنه لما صحاب غلطه وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم والنبي طلع صلح لهم المعتقد ده قالوا يبقى أكيد ده أول مرة يصلوها إنه لو صلوها قبل كده ما كانش هيغلطه الغلطة ديت خلاص يبقى عند العلماء كثير من العلماء إن الصلاة التي صادفت موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام هذه أول مرة يصل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكسوف السؤال اللي بعد كده متى مات إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام مات في السنة العاشرة من الهجرة يعني قبيل موت النبي عليه الصلاة والسلام بعام مثلا فاللي قال إن إبراهيم مات في السنة العاشرة من الهجرة وهو الراجح قال لا يتصور النبي عليه الصلاة والسلام صلها تاني فيبقى هو صلها مرة واحدة بس لأنه أول مرة صلها كان في السنة العاشرة من الهجرة فلا يتصور أنه صلها مرة ثانية حيبع عندهم أنه صلها مرة واحدة وبالتالي لازم يختار إما ركوعين أو ثلاث ركوعات في قولي تاني عند بعض يعني عند بعض عند البعض كالإمام النووي كان بيرى أن إبراهيم مات في السنة السادسة من الهجرة وبالتالي اللي بيقول أن إبراهيم مات في السنة السادسة من الهجرة عنده احتمال يقول احتمال صلىها أكتر من مرة لأن السنة السادسة فيه سبعة وثامنة وتاسعة والكلام ده فوارد أنه يكون صلىها أكتر من مرة لكن الراجح أن إبراهيم مات في السنة العاشرة من الهجرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا راصل المقوق اسم ملك مصر بعد صلح الحديبية ورسله في السنة السابعة من الهجرة فإذا لم تهد إليه ماريا إلا في السنة السابعة من الهجرة هو عليه الصلاة والسلام يعني على ما يعني تسر بها وأنجبت له إبراهيم ثم مات فالمنطقي أن يكون مات في السنة العاشرة من الهجرة وليس في السنة السادسة من الهجرة واضح؟ وبالتالي الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها مرة واحدة في السنة العشرة من الهجرة وبالتالي لابد من الاختيار إما ثلاث ركوعات أو ركوعين يبقى هنا هنختار نختار على الأساس إيه؟ نختار على الأساس الرواية الأقوى والأصح أي رواية هي الأقوى والأصح؟ الرواية الأقوى هو أنه الأصح يعني لأنها في الصحيحين في البخاري ومسلم هي الرواية التي فيها أنه صلى بركوعين فلذلك الأقرب والله تعلم والأرجح أن صلاة الكسوف بركوعين مش بتلاث ركوعات طب لو حدث صلى بثلاث ركوعات ولا ينكر عليه لو أنا صليت ورا واحد بيصلي بثلاث ركوات صلي معها ثلاث ركوات عادي ولا داعي لإصارة الخلاف مسألة الأخيرة لو اجتمعت الكسوف مع الجمعة يعني حصل الكسوف في وقت الجمعة يعني مثلا بدأ الكسوف بعد بعد الساعة الثانية عشر في يوم الجمعة نعمل إيه نصلي الجمعة أو نصلي الكسوف ننظر ننظر إذا كان الكسوف قصيرا وسيبقى لنا وقت لنصلي الجمعة قبل العصر نصلي الكسوف أولا ثم نصلي الجمعة أما إذا كان الكسوف طويل ممكن يمتد من الظهر إلى العصر لا نبدأ بصلاة الجمعة الأول ثم نبدأ في صلاة الكسوف ونصلي حتى ينجلي فكذا تقريبا أغلب المسائل اللي ذكرناها في قول عند كثير من العلم أن صلاة الكسوف يصح أن تصلى كزي أي نافلة يعني لو وقت صلى صلاة الكسوف من غير ركوعين صلاة عادي جدا زي أي نافلة ركوع واحد في كل ركعة تصح عند كثير من العلم تصح ولا بأس لكن السنة طبعا لإيه الركوعين هو الأفضل والأكمل والأتامل كده خلصنا صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف يا رب نكون تعلمنا حياة جديدة النهاردة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهده للأنت أستغفرك وأتوب إليك مرة قدرين الله تعالى نبدأ في صلاة الجنازة وكتاب الجنازة ونسائل كتير بقى متعلقة بالجنازات الغسل والتكفين وزيارة المقابر تبقى مسائل جميلة يا ربنا يتخبر منه ومنكم صالح العمال السلام عليكم ورحمة الله